السلام عليكم اخوتي اهلا ومرحبا بكم مطبخ وصفات للا فاطي مالي وان شاء الله في الفيديو جدير انحضر معكم ان شاء الله وصفة اللي سهلة وسريعة والمكونات ديالها في الصعبين اقتصاديا وكتجي صراحة رائعة جدا كتجي اللي ده بزاف كتتحضر غير في المقلات ده غيط غير كسوجات يمكن لكم اكا يديرو هالعشاء او للغداء لشي لا صراحة كتجي روعة قبل عمودة فيديو كما لا عادة منساش تعملني مرايكي لكم باش تجعني باشا كذلك تأول مرة كتشوفوني فمنساش تشاركو في القناة تفعلو زرس بجائما توصلو جيد ديالي وده ببنى ما نطول عليكم وخليكم مع المقادير وطريقة تحضر اللحتو معي في المكونات غنحتاجوك اسئلة ربع من الماء الدافئ اللي هي مية وطناش ميلي لتر كذلك هنضيفو نصف معلقة صغيرة ديال ملح والملح دائمين كيبقى على حسب الطوق وغنضيفو السكر بالنسبة للسكر فغنضيفو معلقة صغيرة ديال السكر بغي توكي تستبدلو السكر بالعسل فقط ضيفو ملعقة صغيرة من العسل لك شي كيبقى اختياري على حسب الرغبة ديالكم ني هنضيفو ايضا نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية اللي هي خضيرة الخبز كذلك عندينا يا راس معلقة ديال الفلفو الاسود اللي هو الابزار كنديرو غير راس معلقة ما كان كتروش بشك ما كيجيناش مر في الوصفة ديالنا وغنضيفو كذلك اه ربع ملعقة عفو اه ربع ملعقة صغيرة من البودرة ديال التوم بشك الفطع يرضي انك يجيونا من السمين وغنضيفو كذلك وحشوية ديال الزعتر اللي هي تقريبا واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الزعتر كنحاولو كي نحكوهم زيان بليات ديالنا عدك نضيفو كنحرك الخالي ديالي حتى كتب اللي اكيدك الخاميرة دابت وما بقاش كتبا عدك ساعات مباشرة هنضيفو هنا يا ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يمكن لكم تستبدلوها بزيت نباتية على حسب اللي كتوفر عندكم في المنزل انا هنا يقدرت زيت السيتون وكنحرك مرة اخرى ومباشرة هنضيف هنا يا حدة وحدة ديال البيض وغنضيف ايضا واحد كأس الى ربع من الحليب الدافئ اللي هي مية وطناش ميلي لتر اللي لحتو معايا فالقياسات ديال السوائل كاملين اختيتم لكم بالكاز ديال اللي عم بالعادي اللي كيوزن مية وخمسين ميلي لتر في الاصل ولكن كأس الى ربع كتجي مية وطناش ميلي لتر اللي حتو معايا مباشرة كنحاول نحرك الخليط ديالي نسيان وكنضيف الدقيق بالنسبة للدقيق فغانا حساجة في هاد الوصفة هادي جوج ديال الكسان ديال اللي عم بديال دقيق اللي هي ميتين جرام وبالنسبة لكمية ديال الدقيق فدائما كيكون الاختلاف يعني انتم ما تقدروا تدخلوا قد ديال دقيق يعني يجيكم القوام هو هاداك من يديرو جوج كسان ديال الدقيق قدر يجيكم اكي القوام شوي يخفيف تزيدو عليا كواحد لميلة عاقة او اللي يجيكم تقيلة نقص ميلة عاقة من القياس اللي اعطيتكم حتى راحة بعد مرات وخاك نعطيكم المقادير مضبوطين وكل شي مضبوط راك يكون الاختلاف النوعية ديال الدقيق كينا النوعية ديال الدقيق اللي كتنطس سوائل بزاف وكينا لادك شاء لاش دائما وخاك نعطيكم المقادير كيما هم يعني مضبوطين ديال الدقيق كتحاولوك كي تردوا البال في القياس وتشوفوا القوام ديال العجين بالعين ديالكم المهم معلينة مهم تقدروا تدخلو كيما قلت لكم جوج كسان وتزيدو عليها كواحد لميلة عاقة او اللي جوج كتبقاو غير في هاد الحدود هادا يعني ما كتزيدوش كتار كما يمكن لكم يعني تدخلو قد ديال الدقيق المهم شوفوا معايا هنا القوام ديال العجين كيفاش دايير كتكون اكي العجينة دقيق لواحد شوية كيكون القوام ديالة بحال تقولوها كيكة خفيفة يكون بحال كيك ولكن كيك خفيف مشي ثقيل وايضا كيكون هكي القوام ديال العجين تقلم القوام ديال العجين ديال البغريد المهم كانت منيش الله تكونو فهمتو اه ومهم العجينة ما خصاش تكون غير خفيفة بزف اما لكانت تقيلة واحد شوية رفا مشي مشكلة يعني الوصفة كتزدق مخصاش غير العجينة تكون جارية خفيفة اكتار من القياس. المهم خليت العجينة ديالي احتى اختامرة الضعف الحجم ديالة. اشوفوا معي مني كتختامرة كي كتولي. كطلقك رغاوي. وكتفاعل مزيان. فلوقيتها هدي مباشرة ان شاء الله هنضيفوا الخضروات. بالنسبة للخضروات فانا هنضيفهم خضرين. يعني كيجيوا طايبين وما بينيش يعني بانهم خضرين كيجيوا صراحة طايبين وكيجيوا بنانين محافظين على القيمة الغذائية ديالهم. نبغي توقيت تسوطي الخضرة ديالكم واحد شوية في المقلة. فماشي مشكل ديكشيكي بقى اختياري وعلى حسب الرغبة ديالكم. انا دائما كندير الخضراء هاكا خضراء غير هو كنحاول نقطعها رقيقة. باشا كيض غيض غيكا طيب. يعني والفطائر ديالنا كيكونوا كيطيبوا في المقلة الخضراء احتى هيكا طيب معهم. معلنا هنا اضفت ثلاثة ديال معالق كبار ديال معدنوس. ما كنضيفوش القصبار كنضيفو غير معدنوس. حيط القصبار في واحد الريحة مجهدة. كيخسر المعداق ديال الفطائر. كذلك اضفت جوج معالق كبار ديال الفلفلة حمرة. وجوج معالق كبار ديال الفلفلة خضراء. معلقة كبيرة ونص ديال البصلة. تالبصلة عندي مقطع رقيقة ضروري. كل شي يكون عندكم مقطع رقيق. وايضا كنضيفوه جوج معالق كبار ديال زيتون خضر مقطع. وغنضيف ايضا بلعقة كبيرة من البطاطا بالنسبة للبطاطا بشرطها في الحكا. كون بعد كان عصرها مزيان. ديال السوائل ديال عاد كان عبارة معالقة كبيرة. المهم بالنسبة للخضروات. فاديروه نفس الكمية ديال الخضرة اللي برت انا. ما تكتروش الخضرة كتار من القياس. حيط الخضرائي لكتارت كتار من القياس. يعني يفوتنا القياس اللي خصو يدار ديال الخضرات. فالعجينة ديالنا غد خفاف حيط الخضراء اللي نضيفه را كطلق السوائل. ذاك شاء الله شخصكم تركزوا معايا. ذا شكيا الوصفة ديالكم تنجح. على حتو معايا اضفت لساتي الحبات ديال الجوب المثالة عندي مقطع مربعات صغيرين. وواحد الحباء او لا عفوا واحد العلبة ديال الطان ديال السيت. كل ما كان الطول اللي استعملته من نوعية جيدة والمدق دياله وبنين. كل ما يطلق لكم حتى لبننا في الفطائر ديالكم. شوفوا معايا هنا هيك نحاول نحرك الخليط ديالي مزيان حتى كي نسجمو العناصر مع بعضي ياسو. وقد خد لك الخطرة كي عملها في بعضي ياسو. ومبعد. مباشرة كندوزو ان شاء الله هم طيبوا العجينة ديالنا. شوفوا معايا القاوم كيف اشتاير. كيكون اكي واحد القاوم اللي تقيل. مش يخفي فجاري. كي ما قلت لكم فمباشرة كندوزو نطيبوا الفطائر ديالنا على نار اللي كتكون مهيلة قريبة فضرورة كل عثية مهيلة. بشكل فطائر ديالكم كي طيبوا من الداخل. يعني مش غير كنديروهم في المقلة كيتحمروا وكيبقوا خضرين من داخل. را كي طيبوا علا خطرهم من درجة يعني الفطائر ديالنا كيتجعبوا وكيبقوا خضرين غير شوية من الفوق ديالكم ساعات كنقلبوهم يكملوا الطيب ديالهم شوفوا معايا هذي راها طعبت بقى خضرة غير شوية من الفوق كندر لقوح شوية ديال زيت نباتية ونقلب الفطيرة ديالي ونخليها حتى كتتحمر مزيلا من الجهة التانية. كيكون هدا هو شكل ديالها من بعد ما الدهبات كنحيدها وكنستمر دائما بنفس الطريقة كندهل المقلة ديالي بوح شوية ديال زيت نباتية غير ذهنة خفيفة ومن بعد كنديرك كي واحد الكمية آآ ديال الخالة في هدى المقلة انا صراحة عن ديال المقلة هذا صغير كندير فيه غير مغرفة. اللي بغيتو كي يديرو دا في المقلة العادي اللي كيكون متوسط ديال بغريب. تهورة ممكن تديروه. انا صراحة دائما كندير حتى في هذا. كني كنبغيك الفطائر ديالي يجيوني كبار كنديروهم في المقلة الكبير باش طغية كنسر بيك. وكيجيوني كيما قط لكم كبار دا بغيت كي نديرهم صغار درتهم غير فهذا المقيلو هذا الصغير. لقدرتوها كيما قط لكم المقلة كبير كتديرو تقريبا واحد جوج مغارف ونص ديال العجينة او اللي جوج مغارف في مقلة كبير. المهم السمك ديال العجين. السمك ديال الفطائر مخصوش يجيوا كيال الفطائر ديالنا غلاضي. يقسم يجيوا بحلها كيام مرقاقين بزاف مغلاضين بزاف. المهم كيكون هدا وشكل ليا الفطائر ديالنا ندعد ما وجدو. كيجيوا صراحة رائعين جدا. كيجيوا لدادين بزاف اخفافين وطايدين من داخل ومجاعدين. كيجيوا كيامرين بدك الجبن والخضروات كذلك الطون. المهم كيجيوا ورا وعاكا نصحكم تجربوهم. ودوم قليء الا نودعكم مع سلامة لقاو فيديو اخر. اشتركوا في القناة